بتشوف إيه اللي يضايقها وإيه اللي يزعلها وإيه اللي يعمل يعني أنا أديكم مثال أديكم مثال بعيد عن الكرة شوي لما كنا في رمضان وبرنامج رامز جلال يعني رامز بيقعد سنة كلها عشان يضحك الناس عارفين إحنا بنعمل إيه؟ إحنا بنسيب الضحك وبندور على الحاجات اللي تعاكنلنا بصوا ده رامز ده متفق مع الناس ده رامز مش عارف مين جايب مين ومديله فلوس ده رامز عامل مسلسل يعني الراجل سنة عشان يضحكنا طب ما تتحكوا يا جماعة إيه المشكلة إن إحنا نتحك؟ ليه نقعد ندور على الحاجة اللي تعاكنلنا أصل رامز عامل مسلسل طب ما أنتم المسلسلات بتعاودوا تستنوها في رمضان وأنتوا عارفين أنها مسلسلات وعارفين أنها تمثيل وبالرغم من كده بتعاودوا تتحكوا وتعياتوا عليها وهو مسلسل وتمثلية طب ما تتحكوا يعني شوفوا الإيجابيات إيه؟ ليه دايما معاكننين على نفسنا كده ودايما بنشوف السلبيات ودايما بندور بملقاط على أي حاجة تعاكنن الصف والعام يعني الحياة بسيطة والحياة سهلة ويا رب كل واحد دايما بقول كده لغاية لما موت كل واحد يتقي ربنا في كل كلمة بيقولها في كل كلمة بيكتبها لأن والله العظيم حد ينفع حد واللي بتكتبوه ده ومتهيقلكوا أنه هو سهل هو صعب جدا وربنا ما بيسيبش كلام اللي بتقال في أي وسائل إعلام صوتية مسموعة مرئية مكتوبة والله العظيم ربنا ما بيسيب تقوا ربنا واعرفوا أنه إحنا هنقف قدام ربنا ما فيش أي حد ينفعنا وأنا تحديدا كمان لا رئيس نادي ولا مجلس إدارة ولا جماهير عشان كده دايما بقول لكم أنا بتكلم بما يرضي الله ده كان الكلام اللي كنت عايز أتكلمه معاكو هاخد أمير يشام من أرض